اشتركوا في القناة اهلا بكم مرة اخرى هذه المرة عدنا للطريقة المحهودة والتي هي تسجيل صوتي عكس ما يحدث مؤخرا لان كل حدث لديه ما يميزه نأتي للقتال الرئيسي والذي كان هو اساس الحدث بين مقاتلين اسلام مخشاب والمخضرب داستين بوريه الذي انتهى بفوز رائع لمخشاب بالجولة الاخيرة حيث هنا نرى بداية الفايت بالوضعية التالية ونرى داستين منحني قليلا للامام وهذا للدفاع ضد الاستقاط من طرف اسلام وهنا تبادل رائع بينهما نتج عنه امرين اصابة عين مخشاب بجاب داستين وامها تغيير اسلام للمستوى وطلبه للسينغل لاك وحصوله على تاقدان الاول في القتال هنا الجولة الاولى كانت هيمنة مطلقة لمخشاب سيطرة على الارض وكونترول تايم التهديد بالكمورا ثم انتقاله من الوضعية التي خسرها لوضعية جديدة وسيطرته على ظهر داستين مع كونترول تايم ايضا حسم له الجولة بشكل مطلق الجولة الثانية نجد نجاح داستين بوريي في التصدي لتاقدان في منتصف القفص وبالتالي اصبح الفايت على الواقف ونجد تفضيل مخشاف لهذه الوضعية والاعتماد على الكونتر وعلى اسبقية بوريي وتبادل رائع بين الطرفين مع تقدم اسلام بعدد الضربات المهمة وحتى ما تحسن بوريي الا انه بالنسبة لي اسلام ختم على الجولة لصالحه بالاسقاط في اخرها مع القليل من القانون باوند عفوا نأتي للجولة الثالثة ونرى انها في اولها كانت بنفس نساق الجولة الاولى بحصول اسلام على تايك داون وكنترول تايم تقريبا لدقيقتين الا ان داستن بخبرته تمكن من الخروج والوقوف وهنا عاد القتال للواقف مع تقدم خشاب هذه الناحية فنرى دامج لبوريي واصابته له في مرات ونلقي الضواء على امر ما بعد كل جولة يحصل اسلام على كونترول تايم بها ويأخذ ظهر خصمه نجد ان الجولة التي تليها لا يتمكن تقريبا من الحصول على تايك داون ويبدو لنا وكأنه تعب وبالجولة هذه الامر تسارع فما عدنا ننتظر جولة التالية ان ما حدث في نفس الجولة فما ان عاد الطرفين للواقف بعد دقيقتين رأينا نفس ما حصل بالجولة الثانية وهذا حسب رأيي والله اعلم يرجع للبودي تريانجل او البودي لوك وارى انها تستنزف الكثير من ضاقته بالخصوص لما تأخذ وقت كبير وان تضغط على رجليك بتلك الطريقة وتأثيرها سيكون مجهد والله اعلم وهذا يأخذنا للجولة الرابعة وهذه الجولة نجد ان اسلام مقارنة بالجولة الثانية بدأها منتعش قليلا وكان الفايت على الواقف لمصلحته بشكل طفيف متقدم بشكل طفيف على داستن والبومنتوم في صالحه وطلبه للاسقاط بعد ذلك ما رائع لصالحه يعني كل شيء جيد الا انه اثناء طلبه لاسقاط للمرة الثانية اثناء تغييره لوضعيته والبوزيشن الخاصة به وتغيير داستن لوضعيته للهروب ومع الخروج الاخير هنا داستن وبخبرته وبالبو رائع يصيب مخشيا فاتحا جرحا بجبهته وهنا تغيير كل شيء لصالح بوريي واصبح وبرحظات متساويين في ضربات المهمة خسر مخشيا بالمومنتوم مع الجولة كون صاحب الضربة الحاسمة لخصمه واكمال الاخير الجولة بذكاء دوناليسك والداستن خرج منتصرا فيها وبالقدوم للجولة الاخيرة نجد اصابات صعبة للبطل داستن كل شيء معه الان نفسيا في اوجع عطائه وداخل الجولة ليعطي كل شيء كون هذا القتال قد يكون الاخير والجماهير معه ومع ذلك مرة اخرى يثبت اسلام مخشاف انه بطل ومن طينة الكبار وانه سيأخذ لقمته من فم الاسد ان تطلب الامر وهذا بطريقة تشبه تحولات دراجون بول بحيث قام بشيء لم يتوقع بوري وفريقه وخاصة لما تأكدوا من عدم قدرته على الحصول على التيك دون بمنتصف القفص وهذا السويت هنا دلال على مستوى اعلى وان في جعبة اسلام مهارات اخرى اخرجها لما اضطر ولحظات وبشكل غير مسبق له كان الفايت منتهي مغلقا بذلك اسلام افواه كثيرا حيث انهى كل شيء بداستشوك وبذلك متجنبا الحكام المجانين فلما نرى ان احدهم اعطاه الجولة الرابعة والتي اذا اعتمدنا على الدامج فهو خسرها وعلى الضربة المهمة التي لها واقع كبير اسلام خسرها ونجد احدهم كان يعتقد بتعادلهما وبالتالي كنا سنجد اسلام على اعتاب وقد يخسر حتى ان خسر الجولة الاخيرة لكن الحمد لله قام بما عليه كاتبا التاريخ مرة اخرى بكونه صاحب على رقم من حيث الديفع على اللقب بالوزن الخفيف اصبح ثالث مقاتل لديه سلزلة انتصارات بعد قمر الدين واندرسون سيلفا باربعة عشر انتصار وسيستمر بكتاب التاريخ ان شاء الله كملخص القول فوزا رائع مستحق اظهر لنا الوجه الاخر للبطل لكن لا اعرف سبب تعبير هل ربما بسبب اشاعات مرضه قبل الفايت في معسكره وكذلك البودي لوك يجب ان يجد لها حلا لانها تستنزفه كثيرا والله اعلم بعد ذلك فاز فوزا رائعا على مقاتل رائع واسطورة باللعبة نأتي لنهاية الفيديو لذا كالعادة لا تنسوا اللايك والشارع ودعمنا بالاشتراك ايضا نلتقي في فيديو جديد دمجم في رعاية الله والسلام عليكم